أربعة مرشحين وتنازل مرشح واحد حصيلة اليوم السابع ضمن استقبال إدارة شؤون الانتخابات للراغبين بخوض غمار المنافسة في الانتخابات التكملية في الدائرة الثالثة في اليوم السابع من فتح باب ترشيح الانتخابات التكملية عن الدائرة الثالثة لعضوية مجسمة 2016 تقدم للإدارة في صباح هذا اليوم وحتى نهاية اليوم عدد أربع مرشحين من الذكور فأصبح أجمال لمرشحين 39 مرشح 38 ذكور واحدة من الإناث وشهدت الإدارة أول حالة التنازل اليوم لأحد المرشحين اللي يتقدم في الترشيح في صباح هذا اليوم فكان ترشيح في الصباح ومن ثم بعد التوجه إلى مخفر الدائرة الثالثة كيفان وبعد ثبات اسمه في سجل المرشحين قام بالتنازل على الترشيح فأصبح أجمال للمرشحين 38 مرشح 38 مرشحا بينهم امرأة واحدة كسرت الاحتكار الرجالي فيما كانت حالة التنازل اليوم هي الأولى قبل انتهاء مهلة التسجيل يوم الجمعة القادم سوف تستقبل المرشحين والمرشحات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22.01.2016 بما معناه لدارة خلال الثلاثة يام الجاية إن شاء الله ستستقبل في المرشحين من الساعة السابعة والنص صباحا حتى الواحد والنص دهرا كذلك ننوه بأنه يجب على جميع المرشحين التوجه لمخفر الدائرة الثالثة لإثبات عملية الترشيح وإذا انتهت العشرة أيام ولم يتجه لمخفر الدائرة فيعتبر طلب الترشح لم يكن في هذه الحالة إدارة الانتخابات نبهت الناخبين الاستعداد للإدلاء بأصواتهم من خلال تجهيز شهادة الجنسية الأصلية أو استخراج شهادة من الإدارة العامة للجوازات والجنسية ليتسنى لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في قبة عبدالله السالم